أفاد المجلس الأعلى لسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من 31 غشت الماضي إلى رابع شتنبر الجريمة مجموعه 362 جلسة عن بعد أدرجت بها 5925 قضية استفاد منها 6900 معتقل وأوضح المجلس في بلاغ لها حول حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الأول من الشهر الخامس أي ما بين 31 غشت إلى رابع شتنبر 2020 أن هؤلاء المعتقلين وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقذات المحاكم تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية واعتبر المصدر ذاته أن مختلف محاكم المملكة حققت حصيلة جد إيجابية وواعدة خلال هذه الفترة على انطلاقة هذا المشروع المتميز وذلك في سياق التفعيل الأمثل للمحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي ضروري يوازن من خلاله المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الحق في محاكمة عادلة داخل أجال المعقولة وبين واجب استمرار المحاكم في آداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل بمعية باقي الشركاء أمام تطورات الحالة الوبائية وتزايد حالة الإصابة على تكثيف الجهود وتعبئة كل الإمكانات والطاقات مع التقيود الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدل والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار من أجل تفادي كل التدعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء وشدد المجلس الأعلى لسلطة القضائية على أنه سيبقى حريصا على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته بقدر حرصه على تقيود الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعملين بمختلف محاكم المملكة